اشتركوا في القناة اتحاد الشغل المحلي عاشت اليوم مدينة عقارب بولاية اسفاقص على وقع اضراب عام شمل القطاعين العام والخاص وذلك بدعوة من الاتحاد المحلي للشغل حدادا على وفاة شاب عقب احتجاجات اهالي المدينة على قرار الحكومة اعادة فتح مصب الجنة للنفايات شلون تام خيم على المدينة بعد توقف عمل المصالح العمومية والانشطة الاقتصادية ومرافق النقل والسوق الاسبوعية تزامنا مع هذا الاضراب عاد اهالي المدينة الى الاحتجاج من جديد اليوم رفضا لاعادة استغلال مصب الجنة ومع هذا الحراك تجددت المواجهات مع ناصر الامن المتمركزة في محيط المصب الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين حالة من الفوضى والهلاع اندلعت بعد ان وصلت المسيرة السلمية من وسط مدينة عقارب الى المصب الذي يبعد عنها قرابة ثلاث كيلومترات وبحسب شهود عيان فان بعض المحتجين ممن وصفهم بالمندسين قاموا بالقاء مقبوفات على وحدات الامن مطالب المحتجين تمحورت حول ثلاث نقاط الرئيسية كما جاءت في بيان الاتحاد المحلي للشغل وهي الرفع الفوري للحصار الامني المضروب على المدينة وتفعيل القرار القضائي بالغلق النهائي للمصب مع ضمان حقوق الشغالين وفتح تحقيق جدي للوقوف على ملابسات جريمة القتل العمد ومحاسبة مرتكبيها وفق نص البيان وفيما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ان وفاة الشاب ناجمة عن اصابته بقضيفة غاز مسيل للدموع فان تقارير الطب الشرعي الاولية رجحت ان تكون الوفاة طبيعية جراء انسداد تام بشريان تسبب في قصور حاد في القلب وفق المتحدث الرسمي لمحكمة اسفاقس وبين عمادة الرخمات ومعتمدية سبيتلا من ولاية القصرين جبال فضلات منزلية وفضلات بناء تتكدس عيمين الطريق وشماله رسمة مشهدا ملوثا ومحيطا متسخا تتمازج فيه الروائح العفنة بمياه صرف الصحي الكريهة ما يقض مضاجع السكان هناك حتى خرجوا واحتجوا مطالبين بحقهم في النظافة على حافتي الطريق الرابطة بين معتمدية سبيتلا وعمادة الرخمات أكواما من الفضلات المنزلية وفضلات البناء وامتزجت هذه الفضلات بمياه التطهير المنهمرة من المحطة دون معالجة لتكتسح الطريق وتتسرب بالواد الوضع كارثي دركتورات كاركري في الزبلة تطيح اشتر الزبلة في الطريق التطهير مسايب في الطريق تطهير وانتم تشوفوا ليه شوفوا الزبلة صوراه وشوفوها كيفاش تمشي القدام تلقى الطريق منجر منجر المقاول وتوهيرب علينا عنده أربع شهور هيرب علينا كرهبنا الدقدي الاسطول كاميرا تحطم كان يخرج من رقارة سمحني الماء هذيك جاءت التلفزة تصور ولا خدم استاسيون تعدى الماء المشكلة هذة وهم يحبوش يخط الساعات تضرب بالجمعتين بالثلاثة مثل ماش هكتشوفوا معالجة كيفاش كارثة بيئية يمشي في وسط الويد معالجة على الناب في رياتيك متاع الماء بالنسبة للبوشاج اللي يقع غادي في الويد معتها دي بورد مول يصير من التنسيون تهى الضوطة تطيح التنسيون وفيما وضح مسؤول محطة التطهير موقفهم من هذا الاشكال الناجمي أساسا عن الانقطاعات المتكررة للطيار الكهربائية وقبل الانتهائية من نقل هذه الصور تحول فورا أسطولا من الأليات التابعة لبلدية سبيتلا لتنظيف هذا المصب العشوائي للفضلات بقدرة يقدر كيجيت التلفز الوطنية بشتور هاولو دي جاي نظفه في الطريق والت موجودة للعمل موجودة والآلات موجودة اللي هو قبل أسبوع أو أسبوعين تصلت بسيد رئيس البلدية اللي قال يخوين معناش خدامه وتراكس مكسره من نجموش نخدمه عندما حق المواطنين بشي تشكلوا الموضوع هذا نحاول نسكل الأطرف كل يزيم تحاول لأنه ثم مواطنين زادة يرموا في الوسخة على الأطرف ثم مؤسس يرموا في الوسخة نحن الإمكانية البشرية معناش بشنا نكون نعنسوا على المصبطين نحن عنا مؤسس ما معناش لها على السياسة وقد يدلل هذا الأشكال بتفعيل مشروع المصب المراقبة وتجديد شبكات تطهيرة لتجنب مثل هذه المشاهدة المسيئتية لبلدية سبيتلا السياحية كذلك ما يزال خطر تعرض مدينة مارث من ولاية جابس للفيضانات قائما ليطالب هالي الجهة بالإسراع في إنجاز مشروع حماية المعتمدية وإتمامه لمجابهة الأمطار الممكنة وتوقي من عكاساتها السلبية خصوصا وأن المعتمدية مرت بفترات عصيبة خلال فيضانات سبع عشرة وألفين جراء تبعات الأمطار الغزيرة في معتمدية مارث لا يزال خطر تعرض المدينة للفيضانات قائما كما شهدت ذلك هذه المعتمدية منذ سنوات عديدة لتعطل إنجاز جزء من مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي أعلن عن إنجازه بعد الفيضانات التي شهدتها المعتمدية سنة ألفين وسبعة عشر ما شعل أهالي المدينة يطالبون بالإسراع في إنجاز هذا المشروع وإتمامه في أقرب الأجال لما يمثل ذلك من خطر داهم على هذه المدينة تشبه بلاد مرأة في بيانززودي لدينا واد السيقي وإجلي يتلاقون هنا لدينا المرأة فت الميراة يضرب في خوط عياد الفوق لأن المرأة جاءة وممكن يفوت الملاجي غادي أهمتني المطلوب مطلوب معناها تسريع في الأشغال ونحن نكمل فيسا خطرية تريق وطنية لأن المرأة جاء من البلايسو كل أهمتني وزيد حتى الغبر لن تقلقين منها برشا كله أجاء توقيت يجب أن نكمل المشروع ويتغرق المارث أكيد جيد لأنه لا يوجد راقبة مستمرة لا يوجد كل المسؤولين اللقفين معها ويراقبوا فيهم تسريعهم حتى المدل الخدمة أعطينا مئة وستين يوم مئة وثمانين وستة شهور هذه قنطرة ستة شهور هذه سبحان الله الصلة المحلية والإدارات المعنية تؤكد وجود إشكالات عديدة وصعوبات لإتمام هذا الإنجاز خاصة منها المتعلقة بالملفات العقارية وكذلك تدخلات بعض الإدارات المعنية وخاصة على مستوى إنجاز الجسر على الطريق الوطنية رقم واحد ننسبة الأشغال ثمانين في المئة ما زلنا غير راضين على الموضوع هذا لأنه قاعدين نتبعوا يوم بعد يوم وإن شاء الله نقولوا أنه نكونوا انتهى للأشغال في هذا في آخر نوفمبر حتى يمكننا باش نحميه مارث ومن الفيضانات مع العلم أنه هذه هي رهي جزئية للحماية للفيضانات مش المشروع كامل إلا مشروع هام جدا من بين ربط جزء وديان مش يكون في دراسات معمقة أكثر من هك ما ينجز حاليا في معتمدية مارث وتعطله هو جزء من مشاريع مبرمجة مبرمجة لهذه المعتمدية لوقايتها من الفيضانات باعتبار موقعها الجغرافية وكذلك خصوصياتها المناخية في جهة جابس منذ سنوات عشر يعاني أهالي منطقة أولاد صير من معتمدية بحجلة بولاية القيروانة يعانون فقر الماء الصالح للشرب ليؤكد مسؤول عن دائرة المياه بمندوبية الفلاحة الجهوية أنه يجري العمل في إطار مشروع قيد الدرس على تزويد حوالي عشرة ألف ساكن بالماء الصالح للشرب في انتظار تلقي المندوبية قائمة تضم الراغبين في الانتفاع بالمشروع الأهالي رفضوا في وقت سابق هذه الخطوة ويطالبون الشركة الوطنية لاستغرال وتوزيع المياه وحدها بتزويدهم بالماء في منطقة أولاد صير من معتمدية بحجلة يمثل غياب المياه الصالحة للشرب أبرز إشكال يؤرق السكان وتتواصل الأزمة للعام العاشر على التوالي نشرب من المياه الميجن هكتري فيه كيف انه مسوس مغرم عنا تو عشرة سنين ما عناش مني نعمب الماء ما سبطش لمتارنو قدوا كيك نشره في السيتيرنا بعشرين ألف وبتلاثين ألف في الصيف نشرها باربعين ألف في السيتيرنا نساعة السيامة تجيش ماء في انت تشرب من المال ملح تليم دا فيمتني في المدرسة بلاش ماء قهوة كيما الهكا فيمتني زادة تمشي بالمال ملح تليمنا تشرب من الماء سنتاجي عبوا فيه عملي سنتاج في الجامعة عبوا فيه نمشي للصناتيج كما نقوله عنده سنتاج كلها ملحة نأتبقى ملحة لا يوجد معنا حاجة معنا ما حلوه نحن حبينا السونيات لأن الأخرى يكسروا فيها ويذيعوا فيها وكذا فهمني حبريا مالاوراق لم تتم حتى شيء مسؤول عن دائرة المياه بمندوبية الفلاحة بالخيروان بيّن أن متساكني المنطقة مطالبون بتقديم قائمة تضم الراغبين في الانتفاع بالمشروع قبل استكمال بقية الإجراءات وانطلاق الأشغال هنا يبعثون القائمة والموافق متاحة معناها الاستغلال المشروع عن طريق المجمع وبحول الله لدار العام تستجيب للطلب متاعنا ونكمل الصفقة وإنجاز المشروع بالنسبة للأشغال معناها تم تقسيمها إلى ثلاثة أقصات تقريبا معناها في حدود كلفة جملية معناها 9.5 مليون دينار وقلنا ثلاثة أقصات لتزويد حوالي عشر الاف ساكن في كامل المنطقة وقد رفض سكان أولاد صيرة في وقت سابق ربط المنطقة عن طريق المجمع المائي وتشبثوا بتزويدهم بالماء عن طريق الشركة الوطنية للسغلال وتوزيع المياه وما يزال في هذا الوطن العزيز متسع للفرح مع قصص نجاح كثيرة واعدة يسخر بها فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس تحديدا مركز تكنولوجيا الاتصاد والمعلومات حيث تعمل هذه الكفاءات التونسية وتستثمر في الفضاء المتطور من حيث البنية التحتية ووسائل العمل مركز تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس بعد عام من تدشينه وانطلاق العمل به حقق المركز تقدما من حيث طاقة استيعابه للشركات والطاقة التشغيلية للشباب من الكفاءات العالية بهذا المركز حاليا ستة مشاريع الستة مشاريع هذه لأبنائنا المقيمين بالخارج الستة مشاريع هدوما هم كل ناجحين وطوروا بشكل لافت كنا من أول الشركات كنا موجودين كنا وقتها عن قرابة التسعة مهندسين حاليا نشغل حاضرين 22 مهندس دكتوري انجنير ونانفورماتيك قرأت الانجنير امتاعي في تونس والدكتورة في الصين في ماكاو نخدم اليوم لهني في السمارت سنتر في جرجيس اخترت اني نكون لهني خطر الانفيرون موجود كيف كيف الانفراستركتور تبارك الله حاجة تشجع عدنا بلسك عام تاو انستليم عنا بدينا في برمي ديسمبر ودبيو بدينا زوز عباد معنا تولينا تسع عباد دجا عملنا انبون انفونسمون عدنا زادة دي بلون دركريتمون فمشكوما زرباش يجينا للجامعة الجاية السوسيتي سبيسياليزي في التوسكي كرياسيون غرافيك 3D وكنسنتريتها بالتكنولوجية أوليجرام اللي تخلق دي سبكتاكل مع فنانين ومع دي تكنولوجي الكو معناتها متاع الكرياسيون متاع السوسيتي ولكو متاع انك تخلق برودوية هنا يكون لك اسهل يسر بتونس معناتها ومبعتها لتنجم تبيع في أي بلدان العالم كفاءات شبابية من مواطنين بالخارج اختارت بعث مشاريعها بهذا المركز لما يتضمنه من مقومات للاستثمار وعام من بداية العمل بالمركز فيه تحقيق لعدة أهداف مواصلين ان شاء الله في الحملة متاعنا وفي برنامجنا التسويقي الخاص بأبنائنا في الخارج وان شاء الله عندنا استراتيجية كاملة تتواصل حتى لسنة 2023 إضافة إلى الامتيازات الجبائية الممنوحة للشركات في وسط الفضاء إضافة لنحيط به من تأسيس الشركة إلى التسويق إلى الاستغلال كل مستثمر شاب بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصال هو قصة نجاح جعلت من إدارة فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيسة تطلق حملة ترويجية استقطبت من خلالها عدة نواية استثمار من المواطنين بالخارج بمشاركة 150 عارض من تونس وحوالي 300 عارض عربي وأجنبي من 20 دولة يفتح معرض تونس الدولي للكتاب غدا أبوابه للعمومة ثالثة بعد الظهر بقصر المعارض بالكرم دورة سادسة وثلاثون تنتظم من الحادي عشر إلى الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري اختير لها شعار خير جليس في الأنام كتاب سيكون افتتاح المعرض العموم فيها مسبوقا بحفل افتتاح رسمي سيتم خلاله توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الإبداع الروائي والإبداع القصصي والإبداع الشعري والبحوث والدراسات والترجم من العربية وإليها والكتاب للطفل واليفعين وجائزة النشر التي تسند لأفضل دار نشر موريتانيا ضيف شرف هذه الدورة سيخصص لها جناح يتضمن معرض مخطوطات ومجموعة إصدارات نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام نلقاكم على الخير موسيقى